وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا وشادي يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرتين يفار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير وغير حساب ويا قومنا ليأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار لتدعونني لأفو بالله وأشرك بما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفاء لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا وما في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأن الله غصير بالعبام وأن الله سيئات ما مكروا وحاق بآل ثلعون سوء العذاب أنه يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب من وراحة أعجب أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وليس لديك علم أشد العذاب